سدق اللي قال إن نهايات أخلاق وطالق الفنانة بوسي هشام ربيع من ساعة ما أعلن انفصاله عنها وهو جايب لها الكلام كل شوية يقول عنها حاجة تعب فيها أكتر وأكتر وكل ده بوسي سكتة بس أكيد هيجي عليها وقت وترد ورغم سكوتها ده إلا إن هشام ربيع قال عليها كلام محدش يتخيله رجل الأعمال هشام ربيع كل شوية يقول كلام غريب بعد ما قاعد في الحبس كام شهر بسدق بوسي يا دوب أخد براءة من هنا وعينك ما تشوف الله النور بعد ما أعلن طالق بوسي انفصالهم رغم نفيها رجع تاني وقال اعترافات خطيرة أهمها إنه لما كان متجوزها كان منفصل عن مراته أم عياله بس بعد كده رجع لها والستة أثبتت إنها بنته أصول وما تخلتش عنه في محنته في الوقت اللي مرات هشام ربيعي الأولى بتخاف على شغله وبتربي عياله بيقول إن بوسي عملت العكس تماما ولا وقفت جنبه ولا الجواز مهم بالنسبة لها وزود هشام وقال كمان عالكلام ده الناس دي يقصد بيها بوسي والمشاهير اللي زيها يعني ما يصلحوش للحياة الزوجية بيتجوزوا ويتطلقوا عادي ودي حياة مش شبه حياتنا إحنا فلاحين وعندنا أصول اشتركوا في القناة